أعلنت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين أنها توصلت إلى تفاهمات مع الكنائس القائمة على كنيسة المهد في سبيل تمديد فتح أبواب الكنيسة أمام الزوار والحجاج من الساعة الخامسة صباحاً حتى الثامنة مساءاً بدل أن كانت تغلق عند الساعة الخامسة مساءاً وأضافت اللجنة أن هذه الجهود قد جاءت ضمن مساعي رئيسها الوزير الدكتور رمزي خوري للنهوض بمدينة بيت الحم في فترة الأعياد الميلادية وذلك تلبية لمتطلبات الحجاج من مختلف دول العالم والزيادة المتوقعة لإعداد الوافدين على كنيسة المهد للمشاركة باحتفالات عيد الميلاد كما ثمنت اللجنة تعاون كافة الجهات المسؤولة عن الكنيسة والمؤسسات الرسمية لأجل الحفاظ على كنيسة المهد ومكانتها الدينية في الأراضي المقدسة